اعزائي المشاهدين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا على الملاحظات المهمة حاول شحن واصلاح بطاريات 12 فولت والبطاريات 6 فولت بمختلف انواعها. جبنا لكم بطارية مع الو بي اس 12 فولت. هاي مثل ما دا تشوفوها بطارية مع الو بي اس. اه فتحنا الغلاف البلاستيك الواصلت مفاك ناعم. واذني بيها 1 2 3 4 5 6 بيها 6 خلايا. هاي البطارية تم اصلاحها بوضع ماء مقطر للبطارية. فالملاحظة الاولى اخواني اريد انقول لكم عليها بالنسبة لهاي البطارية او غيرها من البطاريات اذا شفتوها منقصة حامض او مي لا تخلي حامض. لا تخلي حامض. تخلي مي مقطر فقط. تخلي مي مقطر فقط. ليش تخلي مي مقطر فقط? هسا نشفح لكم. هاي اشوفوا هاي البطارية هاي الزائد. هاي البطارية. هذا الزائد وهذا الناقص. نسبة الماء المقطر بالبطارية منتج من الشركة 64 بالمية. ونسبة الحامض منتج منتج من الشركة 36 بالمية. انت اذا نقصت البطارية الخلايا نقصت اه شوفها من نقصة مي او حامض. زيان او حامض مخفف. شي سوي لح تضيف حامض اتي. وهاي غلط. ليش غلط? من نضيف حامض. نسبة الحامض هي اذا كانت 36 رح تصير 50 بالمية او اكثر. وبهل حالة لح تتفاعل مع اجزاء البطارية وتتلف البطارية. زيان? ليش? لان هو انت من لح تشحن البطارية او اذا جاء حار. البطارية رح تحمي. اللي رح يتبخر مو الحامض. الحامض ما يتبخر بالبطارية. يبقى بالبطارية الحامض. اللي جاي يتبخر هو الماء المقطر الموجود بالبطارية اللي نسبتها 64 بالمية. فالماء المقطر رح هو يتبخر. فانت يتجي اضيف حامض. وهذا غلط. لازم يضيف ماء مقطر. حتى تبقى نسبة الحامض ثابتة بالبطارية 36 بالمية. وبهل حالة البطارية تحافظ على مستواها في الشحن والتفريغ والعمل. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية. لا تترس البطارية للرأس للأخير. يعني هاي الخلية من تفتحها. متل اذا بنقصها. تجيب السرنجة وتترسها ماء مقطر. اذا ترست للعين اللي هنانة للعين. تسحبها بالسرنجة. تسحب منها ماء من السرنجة. لهذا الحد. لهذا الحد. عرفتي شنون? يعني اسا اقول لك شنون? يعني هذا الحد. هذا الحد. لا تخليها لهنانة. هذا اعلى الشي. بحيث فقط تتغطى الخلية. من تتغطى الخلية خلاص. لا تترسها لأخير والماء يقوم يطلع منها. هاي غلط. لازم تسحبها الزايد والماء الزايد تسحلها بالسرنجة. بحيث تبقى مثل ما تشوفون. آآ الخلية ناشفة. هاي ملاحظة ثانية. ملاحظة الثالفة بالنسبة للشاحنة. اذا البطارية 12 فولت. الشاحنة تكون ارباطعش ونص فولت. ارباطعش ونص فولت. لا تخليها اكثر من ارباطعش ونص فولت. لان بهالحالة البطارية لح تتلف لح تحمى وتسخن وتتلف. هس نشوف آآ هاي الشاحنة. نشوف فولتيتها شقيت. خلي نشوف فولتيتها شقيت. نخلي ناقص على ناقص. والزايد على الزايد. هذا جاز على الفولتية. شوفوا اخواني ارباطعش. ونص تقريبا فولت. هاي الفولتية ما شاحنة. اللي نحن نشحن بيها البطارية الاثناعج فولت. ننقيس فولتيت البطارية. زايد على الزايد والناقص على الناقص. نشوفها دعاش ونص. دعاش وخمسة وخمسين. نخلي زاد على الزايد لاني كي نشحنها. ونناقص على ناقص ايضا حتى تنشحن. ونقيس. الفولتية جيد. شوفوا اخواني صارت من البطارية كانت داعش ونص. قامت تاخذ شحن صارت داعش وثمانية وستين تسعة وستين. قامت تزيد يعني. هسه صير سبعين شوفوا دقامت تزيد. صير واحد وسبعين بعد شوية. اخير شيعة ما تشحن صير اثناعج فولت. بعده صارت واحد سبعين. من صير اثناعج فولت يعني البطارية انشحنت. هاي الملاحظة المهمة. فالادابتر يكون ارباطعج فولت الى خمسطعج فولت. من ارباطعش ارباطعش ونص. اخمسطعش. تدخلي اكثر من 15. لان يأذي البطارية ويكون شحن سريع. الشحن البطيء طبعا احسن من الشحن السريع. الشحن البطيء ما يأذي البطارية. الشحن السريع يأذي بطارية يخليها الملاحظة الأخيرة إخواني عندما تقيس فولتية تعرف هذه البطارية سليمة أو غير سليمة بقياس الفولتية أول طريقة تقيس الفولتية إذا الفولتية 12 أو أقل من 12 خاصة هذه 11 ونصف هذه أرادلها شحن يعني مو تالفة بس حت له 11 فولت إذا لقيتها 12 فولت البطارية مو قياس إنها سليمة القياس هو بالجيب لود تحمل عليها هذا مصباح 11 فولت 21 واط مصباح ما السيارة فإذا اشتغل إذا اشتغل على هذه البطارية يعني هذه البطارية سليمة جاء يتلود مرات تقيس 12 فولت البطارية بس من دخلي القلوب ما يشتعل يعني البطارية تالف شوفوا هس هذا شوفوا شوان اشتعل خلن نجي شوية هيتش شوفوا البطارية هاي هاي مصباح شوفوا المصباح إذا البطارية سليمة جاي جاي تفرغ شحنة بها شحنة مرات تقيس 12 فولت وتخلي القلوب ما يشتعل البطارية تالفة عرفتي شنون فهم شي انه تشعل بها لود تحملها لود هذا مصباح آآ ما السيارة تخلي حتى إذا اشتعل بقوة يعني البطارية سليمة طبعا تخلي تقريبا نص دقيقة إلى دقيقة يتخلي المصباح مشتعل إذا شفت الإنارة مات هبطت بسرعة يعني البطارية تالفة أما إذا الإنارة مات استمرت شوفوا سقامي تشوي حار نص دقيقة استمرت يعني البطارية ما بها اي مشكلة بس البطارية ما بها اي مشكلة نرجع نقيس الفولتية إذا الفولتية صارت آآ عشرة وجوة جوة العشرة يعني البطارية تالفة أما إذا بقت فوق العشرة ونص يعني البطارية سليمة إذا نرجع نقيس فولتية البطارية ونشوف ورما شعنا المصباح شوفوا بقية دعاش ونص تقريبا إذا البطارية سليمة فهذه ملاحظات أخواني حول شحن وصيانة البطاريات بكل أنواعها السلام عليكم ورحمة الله